سؤال الأخ يحيى هناك رأيان في هذه الآية الكريمة رأيي يقول يطيقونه أن يتحملونه يعني بشدة وفي قراءة يطوقونه يعني يحملونه تحميلا ولذلك فسر هذا بالحامل والمرضع فهؤلاء فهؤلاء إذا أفطرت الحامل أو المرضع كما هو رأي سيدنا عبدالله بن عباس تطعم مسكينة وهناك رأي آخر ورد في البخاري ورواه سيدنا عبدالله بن عمر وسلم ابن الأكوع والعدد من الصحابة قالوا إن هذا كان أولا السيام فرض على مرحلتين مرحلة أولى كانت بالتخيير يعني من شاء حتى الذي يطيق الصيام يستطيع أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وعلى الذين يطيقناه في الطعام وبعدين المرحلة الثانية جاءت بها الآية التي بعد هذه شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فكانت هذه المرحلة الملزمة وهذا من التدرر في التشريع وأنا مع هذا الرأي لأنه أدلت أقوى من الرأي الآخر ترجمة نانسي قنقر